السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اليوم رح اقول لكم انطباعي للجميلة دي اللي هي دو تشارج الحق قبل استخدمت الى الان اكثر من شهر سفرت فيها سفرت فيها لا ما تسافر فيها سفرت معها او سفرت وخدتها معاي المهم عندي قطعتين عندي قطعة هذي وعندي قطعة في الغرفة بسيكلي عندي ثلاث قطع لكن سفرت بثنتين واحدة اليو لحد زوجتي فاستخدامي ممتاز جدا اقنتني بكثير لحق الشواحن يعني كنا اقل شي نأخذ معانا بشحنين الى ثلاث شواحن ونحول بينهم الحق الايفون نفصل المحول نركب الحق الايباد والاشياء دي والحق الساعة شاحن والحق الجوال شاحن مثلا وجوال زوجتي شاحن وساعتي شاحن والايبادات اللي عندنا فالدوشة دي اللي سوتها اقنتني بكثير عن هذي فاحين شاحن واحد وركب القطعة هنا على طول شاحن الساعة هنا والجوال هنا يمشي معاك ممتاز جدا لكن الشي اللي اتمنى قبل تسويه اتمنى قبل ما تسوي في نفس الوقت اول حاجة لايتنين تمنيت ان يوس بي سي اذا كان يوس بي سي فشاحن اللابتوب حقي ما يحتاج اخذ معايا شاحن ثاني الشاحن اللابتوب حقي اقدر اشحن بهنا باليوس بي سي على طوب ومن في الليل وقت منام بطق في اللابتوب اخذ الشاحن حقيقة وشبكه هنا وبرضو شاحن اللابتوب اقدر اشحن بالايباد فيكون سلك واحد ومحول واحد أشحنه باللابتوب والآيباد والآيفون والساعة فهذا الشي حلو والجهة الثانية أقول لكم لا لأن اللايتنينغ اللي عجبني هنا أحيانا مثلا راجع البيت بجد السربعة ساعة ولا شيء ووقت مثلا بصلي ولا شيء في الفندق أقدر أفصل السلك وركبه في الجوال على طول الآيفون باللايتنينغ ويشحن الآيفون بالعشرين واط على طول الشحن السريع فإلى الآن ما دني أبي لايتنينغ عشان أشحن الشحن السريع بالواير أقدر أفصلها بسرعة أشيبك هنا في العشر دقائق ولا شيء أو أبي يوس بي سي فما أدري هل مشكلة هذه القطعة أنها تدعم اللايتنينغ أو مشكلة الآيفون أنه ما يدعم يوس بي سي أو مشكلة تمثنينهم يعني لو الآيفون يدعم يوس بي سي وهذه يدعم يوس بي سي فخلاص نحلت المشكلة فأتوقع أنا ما أن السنة هذه أو السنة القادمة لنابل إذا كنسلت مدخل الآيفون في الآيفون 13 غصدي فممكن تحول هذه يوس بي سي ونفتك منها يمكن نزل نسخة ثانية يوس بي سي أو نابل كان من الآن نزلت نسختي نسخة لحق الأشخاص يابون يوس بي سي ونسخة لحق الأشخاص يابون لايتنينغ مثل ما نرى لكن طبعي القطعة ممتازة جدا أنصح كل شخص لحق سفر ممتازة أنا طبعا استخدمتها للسفر واستخدمها في البيت عندي حطها واحدة يمراسي وأنا نايم خلاص الساعة هنا والجوال هنا وأنام فممتازة جدا يعني مش لازم بالسفر لكن تفيد كثير للسفر مثل ما قلت لكم ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالغناة واشتراك في حسابي سنامتشات شارك بضبطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوا الان يفضل دعاكم والسلام عليكم